سلام عليكم واهلا بكم معايا فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض وصفات خفيفة لاستقبال الضيوف لجمعة حلوة كده للقرايب للاصحاب لجلسة شاي يعني وصفات خفيفة كده تقدر تستقبل بهم ضيوفك ووصفات يعني خفيفة وسهلة ومش صعبة خالص هنعمل وصفتين ملحين ووصفة طرطة برده بدون فرن جميلة كده في الحر ده وهتكون سهلة ان شاء الله والوصفات كلها جميلة وخفيفة بتمنى تعجبكم ويلا بينا نتابع الفيديو وهنبدأ بسم الله واول حاجة هنبدأ في تحضيرها هي التحليق عشان نشيلها في التلاجة تتماسك عبال ما نخلص الباقي آآ معايا كده بسكوت مطحون دول ميتين جرام بسكوت سادة مطحون اي نوع آآ بالكباية كبايتين آآ بسكوت مطحون يعني تتحنوا وتعيروا كبايتين لو مش هتعرفوا توزنوا يعني. ومعايا تلات معالق كبار كده من الزبدة دفتهم على البسكوت وقلبتوا كويس جدا جدا لغاية ما نلاقي البسكوت بيتجمع معانا كده يبقى خلاص كده قومه مزبوط عشان نضمن انه بعد كده في القلب هيبقى ما يتفتفتش ساعة التقديم يعني ولا حاجة. وبضيفه بقى في القلب ده عند القلب ده بيتفتح وبيتقفل او بيتوسع يعني وبيتصغر عاملها على مقاس عشرين تقريبا ونغلفها بالنيلون عشان فيه فتحات كده في الجناب او ممكن ايصان ايه عندك من اللي بتتفتح آآ من الجنب دي تستخدم فيها برضو او تشتغل فيها. بغضغط كده على البسكوت كويس عشان نعمل قاعدة متساوية ومتمسكة بالشكل ده وسواء واحد. هدخل بقى قاعدة البسكوت دي في التلاجة لغاية ما هنعمل طبقة الكريمة. عبارة عن آآ اتنين بيضة فانيليا. ست معالق كبار آآ سكر. وست معالق كبار نشا. وآآ تلات معالق كبار آآ كاكاو خام. وما تستغربوش في طبقة الكريمة دي ان في بيض البيض بيدينا تمسك لان هنعمل التحليق دي على هيئة تورطة. او زي التورطاية كده فهتكون متماسكة. وآآ ولازم تكون حاجة بتساعد القوام اني متماسك آآ البيض مع النشا. وبعدين البيض بيدي قوام هايل جدا للكريمة. وطعمها بيكون لذيذ جدا يعني تعتبر آآ باستري كريم اللي بندفلها بيد ونشا وكده. نفس اللي ما ادير تقريبا بس يديب الكاكاو. آآ ومعايا بقى ثلاث كبيات من الحليب. ضفت شوية وقلبتهم مع المكونات اللي صفناها. وبعد كده هجيب بقى الكسرول اللي ارفعها على النار. وصفي فيها المكونات دي قبل ما ابدأ ارفع على النار كل الخليط. علشان اضمن برضو لو في اي حاجة الكريمة بعد كده تبقى معانا نعمة وسالسة وجميلة. هصفي كده اي تكتلات بقى من الكاكاو اي تكتلات من البيض نتخلص منها. قبل ما نرفع الخليط كله على النار. بصوا بقى التكتلات دي نتخلص منها. وضيف بقى بقى كمية الحليب اللي هم كلهم تلات كبات زي ما قلنا. وارفعهم بقى على نار متوسطة مع استمرار التقليب. لغاية ما يغلي كويس او تغلي كويس المكونات معانا. يعني هما تلات كبات حليب. كل كبات حليب ليها معلقتين كبار سكر معلقتين كبار نشا. آآ معلقة كاكاو كبيرة. واتنين بيضة على الخليط كله. وطبعا كل المقادرة اكتبها لكم ان شاء الله في الوصف بتاعت كل وصفة بالتفصيل. كده خلاص الخليط غلي معانا وتأكدنا انه غلي كويس. اضيف مكعب من الشوكولاتة كده حوالي خمسين جرام. ومع حرارة الكريمة كده هتسيح الشوكولاتة معانا. بعد كده هصب بقى خليط الكريمة ده على طبقة البسكوت اللي كانت في التلاجة. واحاول انزله كده على معلقة في البداية عشان ما ننزلش مرة واحدة بالخليط السخنة على طبقة البسكوت. يخليها تتعوج او تتخرم من مكان معين او اي حاجة. وبضيف بقى الكمية كلها وبساوي السطح واسيبها بقى ضع ايه ده شوية كده بره وبعد كده ا defensive. وأدخلها التلاجة بقى تنتماسك الطبقة بتاعت الكريمة دي كويس. طبعا هتقدمي مسلا التحليا دي بالليل تعمليها الصبح بدري او قابليها بيوم كمان وتخليها في التلاجة وتاني يوم تقدميها. كل ما استكتها في التلاجة اكتر. كل ما تمسكت وقوامها يعني متماسك اكتر ساعة التقديم. دلوقتي بقى هنعمل الوصفة التانية وصفة كيك حادق او كيك ملح. معها تلات معالق اه قصدي تلات بضغط. بتضيفت لهم معلقة صغيرة ملح وفلفل اسود. وحوالي معلقة كبيرة مستردة. ورشة كده من الشطة اختياري. الشطة اللصوص دي. ونص كباية من الزيت النباتي. نص كباية من الحليب. اه كباية زبادي صغيرة. وبقلب كل المكونات كده مع بعض. الكيك المالح ده بيطلع طعمه جميل جدا جدا واضافات كده ضيفينة زي المستردة والشطة والحاجات دي. هتدي له طعم جميل قوي. آآ معايا بقى هنا دي كباية دقيق دورة. دقيق دورة الاصفر ده. بس هننخله الاول لان دقيق الدورة لو استخدمتوه في اي وصفة لازم ولابد انه يتنخل الاول لانه بيبقى فيه كشور كده. بتدايق جدا وبتشرق اسناء الاكلبوس. وكل دي كشور من الدورة او من دقيق الدورة لازم نتخلص منها. وهضيف كمان كباية بقى من الدقيق العادي برضو هنخلها واضفها. ولو مش متوفر عندك دقيق الدورة الاصفر ممكن دقيق الدورة الابيض. مش متوفر دقيق الدورة خالص. يبقى تستخدمي المقدار كله كبايتين دقيق ابيض عادي. يبقى انا ضيفت كباية دقيق دورة ونخلتها. بديك تاني كباية دقيق عادي. وهضيف معاها معلقة كبيرة بيكينج بودر. ده نص الكيس معايا. ده كيس بيكينج بودر. بيبقى تقريبا حوالي معلقتين كبار آآ يعني معياره معلقتين كبار. انا كنت اخدها معلقة قبل كده واضفت معلقة كبيرة واحدة. وده الخليط الخليط ممتاز جدا وكاومة ممتاز. هضيف بقى دلوقتي آآ حاجات دي بقى اختياري اي حاجة عايزت اضيفيها معايزتون شرايح كده. بس مقطعه كطع صغيرة. ومعايزة كطع صغيرة من السوسيس. اي اضافات بقى عايزت دي فيها تاني اي لحوم توفرة عندك لحوم بردة. اي حاجة بقى يعني مش هنختلف على الاضافات دي اللي هتتحط مع الكيكة حسب حسب الرغبة يعني. وعايز اقول لك كمان ان دي الدرة بيخلي او بيتقل الخليط لو استخدمناها في اي حاجة بيتقل الخليط شوية عن الديق الابيض العادي. فانت لو تستخدم المقدار كله دي ابيض ممكن تحتاجي كبايتين ونصف. يعني تديه في كبايتين ولو لقيت الخليط سايل قوي ممكن تحتاجي شوية دقيق تاني تتعود تديه في كده على غاية ما تلاقي القوام مزبوط زي اللي انت شايف هذا. بعد كده بحضر اوليب السيليكون هخبز النهاردة في اوليب السيليكون دي المفرغة من النص عشان هنزينها بشكل جميل بعد ما تتخبز. واهم حاجة كوني متأكدة من اوليب السيليكون بتاعتك انها آآ قبل انها تدخل الفرن ويتخبز فيها الحاجة يعني عالسخل. وما بيجرلاش يعني حاجة. وانت بتشتري اي اوليب سيليكون تسألي البيع دي بتدخل الفرن وبتستحمل الحرارة ولا لأ? لان في اوليب بتبقى مخصصة للتحليات البردة يعني تشكل فيها اشكال بردة بس. انا لما سألته قال لي اه بتستحمل الحرارة متان وستين درجة معوية. قلت له طب كويس. فقدر ادخلها الفرن وقدر استخدمها على البارد. وبتتأكد كمان انها ما بتلزقش عشان ما تغلبكيش وانت بتفضي الحاجة بعد الخدس. انا ده هنتهم كده مسحة من الزيت كواس جدا. وبعد كده صبت الخليط ودخلتهم فرن سخن على درجة حرارة مية وتمانين زي ما بنخبز اي كيكة. وبعد ما بيطلعوا سبتهم هديو شوية لانهم اه يعني لازم نضغط كده على القلب السيليكون عشان ما يتفتفتوش ولا حاجة هيقدوا كده وبعد كده نطلعهم بالراحة. وده القوام طري كده وجميل ورحتهم تحفى. ودي الدورة ده لو عندك استخدميه بيدي طعم هايل في الوصفة دي بصراحة. ولو مش متوفرت استخدمي بقى اديه الابيض العادي زي ما قلتلك كده ووضحت لك. وتبقى شوية خليط في الاخر حطيتهم في كوباية الكارتون بتاعت المشروبات السخنة دي. وتخبزوا هم معي وهم الاولب يعني في الفرن. هسيبهم يدوا بقى خالص. وبعد كده هنزينهم قبل التقديم نبدأ دلوقتي في الوصفة اللي بعد كده. الوصفة التالتة ملحة برضو هي صوابع الجلاج بحشوة جميلة قوي. هنحضر الحشوة في البداية. معي بصالة متوسطة وفلفل الوان احمر واصفر متقطع مكعبات صغيرة. اي فلفل عندك اي لون يعني مش مشكلة. ضفت لهم حوالي معلقتين كبار كده من الزيت النباتي. وملح وفلفل اسود. وشوية من الزعتر. وعلى نار متوسطة كده هقلب فيهم لغاية ما يتشوحوا ويتبالوا كده كويس جدا جدا. الحشوة دي يكون حشوة تونة لذيزة قوي وبسيطة. وطعمها بيكون هايل. بعد ما دبل الخضار معانا بالشكل ده هبدأ دلوقتي اضيفها لعلب التونة مصفية الزيت بتاعها. وهضيف كمان زيتون اه اخضر شرايح. اخضر او اسود يعني المتوفر عندك. اه بضيف كده شوية من الزيتون الشرايح بيديه طعم جميل او فسط الحشوة. وبقلب كده كل المكونات مع بعض وهضيف كمان اه اه رشة كده من صوس الشطة السايل ده برضو ده اختياري. وهضيف حوالي معلقة كبيرة من المايونيز. وقلب بقى كل المكونات مع بعض وخلاص هتفي عليها كده بتكون جاهزة مش محتاجة تسوية ولا وقتها اطول من كده معايا. خلاص هتفي عليها وبكون في نفس الوقت ده محضرها اه او سلقت بالفعل لبطاطس بطاستايا كده كبيرة اعطاها مكعبات وسلقتها في مياه وملح. وصفيتها لما استاوت كويس جدا وبعد كده ههرسها. وانعمها بالشكل ده. واضيف بقى عليها كل المكونات اللي حضرناها كده في الطاصة دي التونة وكل المكونات اللي معها. هضيفهم برضو على البطاطس. وقلب بقى كل المكونات مع بعض. الحشوة دي جميلة جدا والبطاطس هنا بيزود لنا الحشوة وطعامها كمان. يعني بدان ما تبقى التونة والمكونات اللي معها بس هي الحشوة البطاطس طبعا بيزودها لنا. وبيخلي الحشوة جميلة كده وطرية وطعمها لزيز ومميز اوي. بقلبها كده كلها مع بعض. وبتكون جاهزة معنا الحشوة. وطبعا هي بتكون سخنة شوية. البطاطس سخنة والحشوة اللي حضرناها على البوتاجات سخنة. فبسيبها تيه ده كده شوية قبل ما ابدأ اشتغل فيها او استعملها في الجلاش. بيكون معايا بقى لفة جلاش. باخد ورقة ورقة. كل ورقة كده هعملها قطعة يعني. اخد ورقة الجلاش. همسحة كويس جدا جدا بمادة دهنية. زبدة على زيت او سمنة على زيت. خليط بين لاتنين بيطلعوا الجلاش كده مقرمش وجميل. آآ وبتني كمان بعد ما دهنتها كويس الورقة كده وهي مفروضة بتنيها نصين. بعد كده باخد آآ معلقة كبيرة كده من الحشوة. في الطرف زي ما احنا ملاحظين كده الشكل. وبتني الجنبين كده على الحشوة كويس. وبعد كده امسح تاني كل الجزء من الجلاش ده بالمادة الدهنية كويس. وابدأ بقى لف رول عادي جدا لغاية ما تدينينا كده شكل الاصابع. بالشكل ده وبرصوهم بقى على صاج الفرن مدهون كده بمسحة بسيطة من السمنة او الزيت برضو عادي. هعمل واحدة كمان معاكم. بداي نكون الورقة كده ويمفروضة وبعد كده اتنين هنصين. وابدأ احشي بقى من الطرف وليف رول زي ما شفنا سهلة جدا جدا. وجلاش بيبقى جميل او في اي حشوة بنحشيها يعني بتبقى فكرة حلوة كده تعملي منها آآ يعني اصناف كتير حلوة او حادق طبعا بينفع. عوضا عن العجينة او ان احنا نعمل بقى معجنات او نعجين او كده. وصفة جميلة وسهلة وهتكون لذيزة او ان شاء الله. بليف بقى رول بالشكل ده زي ما شفنا الطريقة سهلة جدا. وطبعا نقدر نغير في الحشوة او نغير الحشوة كلها. بس انا حبيت اقترح عليكم حشوة التونة دي خفيفة وآآ ولذيزة جدا وتعتبر اقتصادية يعني مش مكلفة وخصوصا نضيفين البطاطس ده زود معانا الحشوة ما شاء الله. آآ بعد كده بنفس المادة الدهنية اللي كنت بادي نبيع الجلاش الزيت على الزبدة. ضفت لهم بس آآ شوية كده صغارين من البابريكا وقلبتهم معاه. بحس ان لما يدخل الفرن الجلاش يدينا لون محمر كده جميل او لون دهب جميل. امسح بقى كل اصابع الجلاش دي كويس جدا جدا من كل ناحية. بخليط المادة الدهنية اللي معايا. وادخلهم فرن سخنى بقى درجة حرارته متين. على الشوايا على اصدق الشبكة اللي في النص. وما فتحتش الشوايا ولا حاجة. واسبتهم بقى لغاية ما استوتى. وده شكل عصابع الجلاش بعد ما خرجت من الفرن. اخدت لون دهب جميل من فوقه من تحت. فتحتش الشوايا ولا حاجة زي ما قلتلكم. واول ما هتخرج كده هي سخنة هخط على على وشها كده جبنة مبشورة. دي جبنة رومي مبشورة. او ممكن اي نوع من انواع الجبنة يعني المبشورة. وهي سخنة كده الجلاش الجبنة هتسيح وتلزق على الوش وتدي شكل جميل قوي. وطعم جميل برضو. هسيبه يقده كده قبل التقديم. دلوقتي قبل ما نقدم بقى كل حاجة نشوف الحاجة اللي محتاجة تزين. الكيكة الملحة هزينها. في كل تجويف كده هحط قطعة من الجبنة الكريمي سواء مربعات مسلسات او جبنة عيلة او اي نوع جبنة من عندك. اه تحط كده في التجويف. هزين كده بخطوط من الكاتشاب او المايونيز. اه بعد كده هحط شريحة زاتون كده في كل قطعة. يعني التزين ده اختياري واي حاجة موجودة عندك واي بقى بتكرر تبتكريه. هيطلع شكله جميل. آآ عايز اقول لكم الكيكة دي كنت ضيفالها في البداية تون بودر وبصل بودر وآآ مع علاقة كبيرة سكر عشان تديها لون حلو او تعادل الطعم بتاع المقادير بتاعتها. ما قلتهاش وانا بشرح طريقتها. فالمهم ان شاء الله يعني لو حد حبيب اي طريقة يعني طريقة وصفة معينة هكتب لكم الطرق كلها بالتفصيل في الوصف ان شاء الله عشان لقى اي حاجة نسيتها وانا باتكلم هتلاقوها برضو موجودة في المقادير بالتفصيل يعني. بعد ما زيننا الكيكة نيجي بقى للتحليقة بقى بتاعتنا بعد ما بردت كويس جدا وتمسكت. هفك كده البلاستيك ده واخلع القلب من عليها. آآ هنزينها برضو. عايز بس اساوي الجزء بتاع الكريمة ده عشان لو ما كان القلب كده عايز تتزبط ولا حاجة. آآ زينها بقى كده تزين آآ بكريمة مخفوقة. اي كريمة موجودة عندك كريمة بودر كريمة آآ سايلة. اي كريمة بقى بتستعملها يعني تضرب شوية كده وتزيني. وبردو التزين اختياري يعني ممكن من غير كريمة خالص تضيف اي صوص انت حباة اي حاجة بقى مكسرات آآ حلويات يعني اي حاجة متوفرة عندك واي حاجة برضو تحبيها. انا زي انت كده الكريمة بالشكل ده زي ما شفنا دائر الميدور وفي الجزء اللي في الوسط. حطيت آآ صوص شوكولاتة. يدينا لون جميل كده وبيبقى ليه لمعة يعني وجميل. وبعد كده بالبنبون ده او الكريس بالملون ده. وبس كده تزين بسيط وده شكل جميل جدا. يعني شكلها جميل ترطايا فعلا تقدر تعمليها في اي مناسبة في عيد ميلاد آآ في اي مناسبة بتكون جميلة جدا وبردة طبعا وبدون فرن زي ما شفنا. وطعمها كمان لزيز. دلوقتي بقى جهزنا كل حاجتنا هبدأ اقدمها بقى. وهنشوف الشكل النهائي مع بعض وهوريكم كل حاجة من جوا مع بعض. بتمنى وصفات النهاردة تكون عجبتكم. آآ يعني تقدمها لديوفك تقدمها لأسرتك لأي مناسبة لأي خروجة لو حاجة تنفع زي اصابع الجلاش والكيكة الملحة ينفع برضو يتخرج بهم في نادي في حضائق في مصايف. آآ بيعني بيجي لي كتير عايزين وصفات آآ برضو للخروجات مخبوزات وصفات خفيفة صيفية. بتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم والوصفات اللي فيها عجبتكم. آآ بتقولوا اللي رأيكم في فيديو النهاردة في التعليقات. وتشجعوني كده بلايكات كتير كتير عشان اعرف ان الفيديو عجبكم. واعملكوا فيديوهات من النوع ده كتير بوصفات حلوة كتير وافكار جميلة. هتعجبكم جدا لأي مناسبة عندكم. او لاستقبال الضيوف او لأي حاجة. عايز اوريكم من جوا شكل كل حاجة. دي الكيكة. شكلها من جوا بيكون كده. جبنا بقى مع العجينة بتاعتها مع التازين اللي زيناه. ودي اصابع الجلاش آآ مقرمشة طبعا وجميلة. والحشوة طرية من جوا. طعمها لزيز جدا جدا. والحشوة حلوة او وجربوها. وكمان هناخد ده قطعة كده من الترطية بتاعتنا. ترطية البردة. عايز اقول لكم لزيزة جدا جدا. ما شاء الله تعمل كريمة جميل. كريمة الشوكولاتة مع الكريمة اللي زينا بيها. مع طبقة البسكوت من تحت بتبقى مقرمشة. وطبعا الكريمة طرية ولزيزة قوي. آآ برضو هتعجبكم جدا جدا. وبتمنى يكون فيديو النهاردة بقى عجبكم. زي ما قلتلكم كده قولوا لي رأيكم في التعليقات. وان شاء الله شوفكم على خير في فيديو جديد. وعال في سلامه. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة